موسيقى أهلا بكم الصواريخ اليمنية تدق العمق السعودي وموسم الحج هذا العام يقتصر على المقيمين في الكويت حملة على وزيرة شؤون الاجتماعية ومستخدمو التيك توك يهزؤون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنتم أونلاين نرصد تفاعلاتكم مع هذه المواضيع وغيرها من كوبا إلى سودان وبريطانيا بمشاركة زميلتي في المدينة غدا سعد غدا أهلا بك مرحبا أحمد إذن صوت انفجار كان الوسم الذي تصدر المواضيع الأكثر تداولا في السعودية لساعات طويلة فجأة بدأ المغردون السعوديون بوضع الأعلام السعودية على صفحاتهم مع الدعاء للسعودية بالأمن والأمان فماذا حدث تحديدا وما هو سبب هذا الانفجار غدا هذا الموضوع لا تفاعل كبير على السوشيال ميزيا كما ذكرت أحمد البداية مع صفحة أخبار السعودية على تويتر هذه الصفحة التي يتبعها الملايين على تويتر وضعت بعد منتصف الليل تغريدة قالت فيها سمع صوت انفجار في العاصمة الرياض تحت هاشتاك شمال الرياض إلا أن هذه الصفحة تعرضت لانتقادات بعد هذه التغريدة مثلا هذا المغرد يقول هذا الحساب ليس تابع لوزارة الأعلام احذروا منه في الأخبار التي من الأعلام الرسمي لا تأتي بهذا الأسلوب التافه الذي يروع ولا يطمئن أيضا هذا المغرد معاذ يقول بدوره لا تنشر لا تحدد المواقع لا تذكر أسامي المناطق والشوارع في إشارة إلى التعتيم الذي يمارس الذي تمارسه السلطات السعودية عندما يتم استهداف المدن السعودية بصواريخ القوات المسلحة اليمنية وهو تعتيم لا يمارس للمرة الأولى كما ذكرت غادة أيضا يقول هذا المغرد انفجارات جديدة تهز شمال الرياض نتجة عن عمليات السهداف بطائرات مسيرة وما زالت تواصل تحليقها في سماء الرياض خاصة والسعودية عامة السفارة الأمريكية في الرياض بدورها حثت في بيان رعاياها على الاختباء عند سماع أي انفجار والتزام التوابق الأرضية إذن صوت الانفجار الهائل روع سكان مدينة الرياض وبدأوا بالتساؤل ماذا حدث من أين أتى الجواب الجواب أتى من المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الذي أعلن بدوره عن تنفيذ عملية توازن الردع الرابعة في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة قدس وظل فكار وطائرات سلاح الجو المسير تحت هاشتاغ عزيز يا يمن غرد الناشطون مثلا محمد كتب على تويتر عبر هذا الهاشتاغ أن اليمن يؤكد على عظمة وكوة محور المكاومة أيضا مريم كتبت بدورها ست أعوام من على العدوان والإجرام والحصار والقصف الصاروخ للأبرياء ومع ذلك فأن صمود اليمنيين أذهل العالم وبطولاتهم أيضا وهم يصلون إلى العمق السعودي أيضا ومن ضمن التغريدات سارة غردت قائلة أرادوا تدمير اليمن فدمرهم اليمن والسنزفهم وسلب بصناعاته العسكرية المتواضعة في ظل الحصار والتجويع أحلام العدوان في السيطرة ليبقوا محشورين في خيارات أيا تكون فإن أحلاها مر عليهم أما علي فقال دماء أطفال اليمن لن يهملها الله هو سوف تندمون على الظلم الذي لحق بأطفال اليمن والحرب التي بدأتم أنتم بها انقلب السحر على الساحر وأيضا كان الهاشتاج عزيز يا يمن نبقى في السعودية فمع ابتراب موعد موسم الحج سؤال وحيد ظل بلا إجابة لفترة طويلة هل ستلغي السعودية إقامة مناسك الحج هذا العام؟ لكن السعودية حسمت الجدل وقررت إقامة موسم الحج ولكن بشروط عدد محدود جدا من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة هي عزت ذلك بسبب تفشي وباء كورونا وأيضا في ظل عدم وجود لقاح لهذا الوباء جاء بيان من وزارة الحج والعمر على الصفحة الرسمية على تويتر تقول فيها في بيان أن حصر إقامة الحج لمختلف الجنسيات المقيمة لديها بأعداد محدودة يعود إلى رغبتها في إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا هذا الأمر لقى ردود فعل على تويتر وفيسبوك من بينها مثلا رد لحاكم المطيري ينتقد فيها هذا القرار ويقول هذا حج صوري وتحويل المسجد الحرام إلى مدحف وطني لا يزوره إلا من تسمح له الحكومة السعودية وليس هو الحج الذي شرعه الله أيضا محمد كتب الحمد لله على إقامة شعيرة الحج هذا العام حتى إذا كان بإعداد محدودة وعلموا أن الخير فيما اختاره الله لنا إذن كان هناك من هو مؤيد ومن هو معارض لهذا القرار تباين في وجهات النظر فاطمة أيضا تمنت أن تكون الأولوية للذين لم يؤدوا فريضة الحج سابقا وأن تكون الأسعار منخفضة حسب الاستطاعة غادة تحدثنا عن العنف الذي يتعرض له أطفال اليمن ولكن أطفال السودان يتعرضون لعنف من نوع آخر ليس للحروب أي صلابه الصحيح ليس للحرب هذه المرة أي صلابه وإنما هي قضية اجتماعية وإنسانية وهي فعلا موضوع مزعج عندما نسمع عن تزويج القاصرات في هذا العصر وفي هذا القرن في السودان يتم تزويج القاصرات هذا الموضوع ليس جديد في السودان وإنما جرت تداوله مجددا خلاف الأيام الماضية بعدما كشفت منظمات المجتمع المدني أنه جار في شهر آذار مارس الماضي تزويج فتاة أو طفلة بالأصح يبلغ عمرها فقط أربعة أعوام من شخص بسبب الأعراف لديهم فاطمة غردت على تويتر وقالت كردفان ودارفور من أكثر المناطق في السودان التي يجي فيها ممارسة عادة الزواج بحق الأطفال بصورة ممنهجة حيث تبلغ نسبة التزويج 58% وتتراوح الأعمار من سن 12 سنة إلى 17 سنة من مبررات الزواج في هذا السن في تلك المناطق هو توفير حماية للفتيات وبسبب ظروف اقتصادية أيضا قصية يروي تجربته أو ربما قصة مرة بها يقول داير أحكي قصة عن جريمة تمارس يوميا في المجتمع السوداني زواج القاصرات قبل ثلاث سنوات سفرت شمال كردفان وصطفت مناسبة زواج بسبب بس ما مشيت اكتفيت بالسؤال تاني يوم عن المراسم والتفاصيل في نص القصة اكتشفت أن العروس عمره سبع سنوات فقط كانت الصدمة كبيرة لي وأضاف في تغريدة أخرى على تويتر وقفت عندها وأبدأت أسأل واكتشفت أن الجريمة عادية عندهم ويمارسونها بكل حرية دون رقيب ولا محاسبة وبفضل أن البنت تتزوج وهي قاصر بسبب مفاهيم لديهم هي من دون محاسبة ولكن تلقى ردود فعل شاجبة كثيرا سواء في المجتمع السوداني في المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وحماية الطفل وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي عمر مثلا كتب مغردا يقول أن قصة تزويج هذه الطفلة تعيد إلى الأذهان قضية الطفلة أشجان التي تم تزويجها قبل سنوات في عمر الخامسة وتمكنت بعد مساعدات من منظمات حقوقية من إبطال زواجها أحمد الآن إلى الكويت ومع موضوع مختلف يتعلق بوزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل في الكويت التي تتعرض لحملة إلكترونية تطالبها بالاستقال على خلفية تصريح لها قالت فيه أن نحو 8000 شخص مسجل في الدوان لا تحتاج الجهات الحكومية لهم الآن هي محط انتقاد دائما من قبل العمال ويتهمونها بأنها لديها عقدة من قبل العمال وتريد اقتطاع من رواتبهم مثلا هذا المغرد يقول يجب علاجها من عقدة رواتب المواطنين قبل إقالتها من العزارة عندما كانت وزيرة المالية كانت تطالب الحكومة بتخفيض رواتب المواطنين وعندما أصبحت وزيرة الشؤون تطالب المجلس بإقرار قانون تخفيض رواتب المواطنين أيضا هذا المغرد يقول ما زالت هناك بعض الجهات الحكومية لديها موظفين إداريين من الوافدين وهي من الوظائف التي بالإمكان إحلال الكويتيين مكانهم لماذا الإصرار على تجديد عقود هؤلاء بينما يقال للمواطن لما كان لك في الحكومة وهل القطاع الخاص يميز الموظف المواطن وهنا أيضا تطرح مسألة كبيرة ليست فقط متعلقة في الكويت ولكن في العديد من الدول وهي مسألة الأولوية في التوظيف إن كانت لأبناء البلد أم للوافدين البعض يتهم هذا الموضوع بالعنصرية والبعض يقول إنها مسألة وطنية مثلا هذا الناشط يقول المشكلة ليست بالوزيرة المصيبة في إدارة الوزارة من وكلاء ومستشارين كم وزير مر على هذه الوزارة والنهج واحد ولم يتغير تغريدة لفهد يقول فيها المرحلة تحتاج وزراء على قدر المسئولية من لا يعمل ويضع حلول لمشاكل البلد والأزمة المقبلين عليها يرحل وهذا دورك يا رئيس الوزراء اطلب من وزرائك تقرير شهري في اجتماع مجلس الوزراء من لا يقدم شيء يرحل نتقل إلى موضوع آخر وهي حملة إلكترونية اسمها أنتم لستم عربا يقال إن وراء هذه الحملة أشخاص خليجيون وهي تستهدف سكان شمال أفريقيا لتقول لهم أنتم لستم عربا وهو بتضيعة الحال ما استدعى بدود فعل مستنكرة وشاجبة واتهموا من قاد هذه الحملة بالعنصرية بالفعل أحمد عز يقول لا أعلم من وراء هذا الهاشتاج العنصري أي لستم عربا وأيضا لا أعلم من يقود حملة الرد بنفس العنصرية بزعم الدفاع عن شعوب شمال أفريقيا كلاكما عنصري شرف لي أن أكون أمازيغيا وشرف أكبر أن أكون من أصول عربية فلا فضل لعربية على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى هذه الناشطة أيضا تقول أن من يقف وراء هذا الهاشتاج يحاول أحداث فتنة بين العرب وناشط آخر غرد بالقول أريد أن أقول أننا جميعا بشر يجب أن نحب بعضنا البعض مثل العائلة لأننا بشر وعرب إذن كان هناك أيضا حملة مضادة على من كان متطرف الرأي في الدفاع عن رأيه وكان هناك من يحاول أن يكون ربما معتدل الرأي ويدافع بعقلانية عن الهوية العربية موضوع آخر حيث من استخدم محرك البحث جوجل شهد بالتأكيد صورة هدى شعراوي رائدة الحركة النسائية في مصر حيث احتفل الموقع الشهير بذكرى ميلادها وبدل صورة الواجهة الرئيسية بصورة مرسومة تجمع عددا من النساء يعبرنا عن خوض هدى شعراوي كفاحا لتحرير المرأة على مواقع التواصل أيضا ذكر المغردون بهدى شعراوي تقول مثلا هذه المغردة اليوم ذكرى ولادة نور الهدى الشعراوي تنتمي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات وكانت من أبرز الناشطات المصريات التي شكلنا تاريخ الحركة النسوية في مصر أيضا تحت هذا الهاشتاج غرد هذا الناشط وقال أنه جرى إطلاق اسم هدى شعراوي على العديد من المؤسسات والمدارس إضافة إلى الشوارع في مختلف مدن مصر تكريما لها بعد وفاتها غدا نحن سنتابع باقي المواضيع أنتم أونلاين ولكن بعد الفاصل أهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من أنتم أونلاين الحضور الجماهري الباهت في المهرجان الانتخابي الأول للرئيس الأمريكي دولاند ترامب ما زال يلاحقه وتبين أن العديد من أولئك الذين طلبوا تذاكر يتصيادون الرئيس في حيلة مظلمة بشكل رئيسي من خلال منصة التواصل الاجتماعي تيك توك كيف حدث ذلك؟ يعني الفكرة أحمد هذه المرة لم يكن الأعلام التقليد من صحف وقنوات تلفزيونية هي من كانت بالمرصاد لترامب وإنما إن صحت تعبيرهم مراهقون مستخدمون على منصة تيك توك المعروفة أن الشريحة التي تستخدم هذا التطبيق هي من المراهقين هؤلاء الناشطون ومستخدمون التطبيق قاموا بشراء تذاكر عبر الإنترنت أونلاين لحضور المهرجان الانتخابي لترامب إلا أنهم لم يحضروا المهرجان اشتروا التذاكر ولم يحضروا المهرجان قيل أنه سيحضر نحو مليون شخص هذا المهرجان ولكن العدد كان فقط لا يتجاوز الألاف مثلا ميتش يقول في تغريدة على تويتر شكرا لمستخدمين تطبيق تيك توك الذين حجزوا التذاكر لحضور ترامب كان الأمر محرجا علنيا نحو مليون شخص سجل من أجل حضور المهرجان الانتخابي ولكن فقط 6200 شخص حضروا المهرجان كريستينا أيضا تقول عندما أبلغتني ابنتي البالغة من العمر 19 عاما عن موضوع التك توك في إشارة إلى المهرجان الانتخابي قلت لها أنني لن أكون أكثر فخرا بجيلكم بسبب هذه الحيلة التي فعلوها بترامب تخدموا التك توك المراهقون استطاعوا أن يهزأوا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضمن التغريدات أيضا هذا الناشط يقول أن القائمين على حملة ترامب لم ينفقوا المال المعتاد للترويج للحفل الانتخابي لأنهم كانوا يعولون على الطلب الكبير لتذاكر حضور المهرجان وعلى الرغم غدا من فشل هذا المهرجان الانتخابي حيث كان خطابه يعتمد على العنصرية إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفوت فرصة إلا ويبرز فيها عنصريته ويزيد الانقسام ففي تغريدة شارك هذا الفيديو على تويتر لرجل من ذوي البشرة السوداء يعتدي على رجل أبيض وسأل أين المتظاهرين الآن هو فعلا يحاول استغلال هذا الأمر قبل الانتخابات ليؤجر العنصرية كي يستفيد من أصوات البيض أو من هم من ذوي البشرة البيضاء في صندوق الاقتراع فيديو آخر أحمد انتشر هذه المرة على انستغرام يجسد العنف عنف الشرطة بحق المواطنين وتحديدا شخص من ذوي البشرة السوداء مقطع الفيديو هذا أظهر بالتحديد كيف استخدم العنف بحق هذا الشخص إلا أنه في وقت لاحق أقدمت إدارة شرطة نيويورك على تنفيذ ربما الجزاء أو لازم بحق هذا الضابط لأنه خرق القانون وأيضا كان لم يكن وحده هذا الضابط من قام بعمليات الاعتداء على المواطن وأنما كان بجواره زملاء يشاهدون ما يحصل ولكن لم يجري إقافه أيضا غادة منعت الشرطة الأمريكية متظاهرين من إزالة تمثال الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جاكسون وعتقلت عددا منهم قرب البيت الأبيض حيث كانوا يحاولون إنزال التمثال من المعروف غادة أن الرئيس جاكسون كان ينتمي للحزب الديمقراطي وهو وقع مرسوما بتهجير السكان الهنود الأصليين من أراضيهم ولذلك من يحارب العنصرية كان من الطبيعي أن يوجه السهام نحو هذا التمثال ولكن الشرطة الأمريكية منعتهم كان هناك تغريدة لافتة لناشط أمريكي على تويتر يقول فيها فيما كانت الأضواء مسلطة على إزالة التمثال تعرض المتظاهرون للضرب على أيدي الشرطة الأمريكية بالقرب من البيت الأبيض لأنهم كانوا بجوار تمثال الرئيس الأمريكي الأسبق وهذه المشاهد تجسد هذا العنق بحق المتظاهرين من الولايات المتحدة ننتقل إلى كوبا التي تنتظر العودة إلى الحياة تدريجيا وخصوصا في القطاع السياحي نشاهد هذا الفيديو من إعداد الميادينغو ترجمة نانسي قنقر فيما تستعد كوبا للعودة إلى الحياة والاستعاد نشاطها الاقتصادي هناك دول أخرى تحذو حذوها من بينها بريطانيا ولكن ربما لدى بريطانيا في مواجهة أزمة كورونا خصوصية بسبب القلق والغضب الشعبي لدى المواطنين من الإدارة التي يتبعها رئيس الوزراء بوريس جونسون في التعاطي مع أزمة كورونا هذه المرة أيضا غرد الناشطون على تويتر كان هناك حالة من التعارض بين الناشطين بعضهم من يريد إعادة فتح الحنات الليلية والبعض الآخر لا يريد ذلك سيتم إعادة فتح الحنات في الرابع من تموزوليو المقبل الناشطون غردوا حول هذا الأمر مثلا يقول هذا الناشط لماذا أذهب إلى الحانة بينما لا يسمح لي حتى بالدخول إلى نفس الغرفة التي يتواجد فيها والدي أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة فتح موضوع الحنات تغريدة أخرى ناشط أخر ينتقد من يطالبون بعدم فتح الحنات ويقول من يوافق على إعادة فتح البلاد كاملة من جديد مثلا هذا الناشط إذا كنت لا تحب أن يتم إعادة فتح الحنات ابقى في المنزل لا تخرج اقرأ كتابا وكن هادئا إذن هناك حالة من صحيح انقسم الناشطون والمغردون خصوصا وأنه كل قرار يتعلق بإعادة فتح المرافق العامة وأيضا الخاصة هو دافع اقتصادي في ظل الخسارة الاقتصادية الهائلة التي تكبدتها هذه القطاعات نتيجة الإغلاق الكبير في أزمة كورونا مثلا هذا المغرق يعلق على من يدافع على فكرة فتح الحنات قائلا حسنا سأبقى في المنزل طالما أنك تتعهد بعدم تمرير الفيروس عن غير قصد إلى شخص ما سينقله إلى قريب مسن قد يموت لأنك لا تستطيع أن تبقى في منزلك أما آدم فيقول في تغريدته لماذا تريد الحكومة فتح الحنات ودور السينما وما إلى ذلك في حين أن عدد الحالات لا يزال مرتفعا ويزداد ببطء وفقا لصحيفة الجاردين لقد ارتفعت الحالات منذ الأمس على العموم هذا موضوع كبير وشائك إذ أن الحياة في العديد من الدول بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها برغم أن الفيروس ما زال منتشرا والحالات عددها مرتفع جدا صحيح في إطار الحديث عن كورونا سنبقى داخل القرى الأوروبية ونذهب إلى برشلونة وتحديدا إلى دار الأوبرا لنشاهد حفل موسيقى داخل دار الأوبرا ولكن هذه المرة للنباتات حصرا هذا العرض الموسيقى لماذا نشاهد هذا الفيديو من عدد المايدينكو؟ موسيقى موسيقى A las plantas había que contarles algo concreto y contarles lo que habíamos pasado en este tiempo en forma de música que es el lenguaje que sé seguro que entienden ellas o que por lo menos que les influye me parecía básico entonces es quizá casi un requiem sin ser un requiem pero puede transmitir nuestra tristeza lo que ha sucedido a otros seres موسيقى كورونا إذن غيرت كل المفاهيم نباتات يشاهدون حفل أوبرا ومدرجات في ملاعب كرة القدم خالية من الجماهير على كل حال هذا الموضوع كان الموضوع الأخير في هذه الحلقة من أنتم أونلاين وفي الختام لابد من التذكير للمتابعين بدأوا قلع إلى موقع الميادين.net باللغة العربية لمزيد من الفيديوز والمواضيع المكتوبة وموقع الميادين.net باللغة الإسبانية فضلا عن منصات التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر وإنستغرام والتفاعل معنا تحت هاشتاغ أنتم أونلاين غدا في ختام هذه الحلقة شكرا جزيلا لك والشكر موصول لكم مشاهدين على متابعتنا نلتقي في حلقة جديدة من أنتم أونلاين إلى اللقاء اشتركوا في القناة